بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تيسير اللطيف المناني في خلاصة تفسير القرآن في قصة سليمان وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار فكان من ينظر إليه يظنه ما أن يجري لأن الزجاج شفاف وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار فكان من ينظر إليه يظنه ما أن يجري لأن الزجاج شفاف فلما قيل لها أدخل الصرح فرأته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فأسلمت لله واتبعها قومها فيقال إن سليمان تزوجها فالله أعلم ولما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له وبلغه أنهم باجتماعهم بالإنس يعلمونهم السحر فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا إن ملك سليمان مشيد على السحر ولما كانت الشياطين الزمن سليمان قد سخرهم الله له وبلغه أنهم باجتماعهم بالإنس يعلمونهم السحر فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا إن ملك سليمان مشيد على السحر واستخرجوا الكتب التي دفنها وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان وأن سليمان ساحر وروّج ذلك طائفة من اليهود ثبرى الله سليمان من هذا الأمر وبيّن أن السحر من العلوم الضارة فقال تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي بتعليم السحر والرضاء به ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل ويذكرهم بأوصافهم الجميلة وينزههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم وما كفر سليمان وما كفر سليمان أي بتعليم السحر والرضاء به ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل ويذكرهم بأوصافهم الجميلة وينزههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم وكان الله قد ابتلى سليمان وألقى على كرسيه جسدا أي شيطانا عتابا له على بعض الهفوات وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه ولهذا قال تعالى ثم أناب إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه وقال الله قد ابتلى سليمان وكان الله قد ابتلى سليمان وألقى على كرسيه جسدا أي شيطانا عتابا له على بعض الهفوات وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه ولهذا قال تعالى ثم أناب إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه عليه الصلاة والسلام فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أعطى الله الملك والنبوة جمع الله له بين النبوة والملك وكذلك أبوه وأرده داود كلاهما جاء الله له بين النبوة والملك جاء في الحديث أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم خجر بين أن يكون ملكا وأن يكون عبد الرسول فاختر أن يكون عبدا عبودية والرسالة كمال عبودية والرسالة يالكمال ما كان عليه الذي يرسله هو أكمل ما كان عليه السليمان وداود عليه الصلاة والسلام نعم واليهود جحدوا نبوة سليمان قالوا هو ملك فقط قالوا هو ملك فقط جحدوا نبوته يهود قوم بهد قبحانه الله قال واشد من هذا جهد نبوته ورموه بالسحل فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب وأعطاه جميع ما طلبك ما تقدم فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب وأعطاه جميع ما طلبك ما تقدم كانت حاله أحسن من حاله من ما سبق فحصل له بعض كما حصل لأبيه واده داود كما أخبر الله قال وخرراك يا عوام وغضنا داود وأنما فتناه فاستفر ربه وخرراك يا عناب حصل له فتنة وحصل لابنه سليم فتنة وكون هنا غفر الله له وتاب عليه وصارت حاله بعد الإنابة خير من حاله قبل الإناب نعم وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم وخص سليمان بزيادة الفهم فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم أي دخلت الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرف لظنه أن الذي ترف من الحرف يقابل قيمتها ثم رفعت القضية إلى سليمان فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرف صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشها ويدفع له صاحب الغنم الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها ومغلها نعم مقصود غلتها ها لعلى المقصود غلتها غلتها عندنا مغلها مغلها ما يظهر يمتعر بصوفها ودهنها وإيش ولبنها بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها وعيش لعلى وصوفها ومغلها لعلى يعني وما ينتج منها ينتج منها من من الصغار وغيره ينتهي بها نعم إذا كان الزرع كما كان رد صاحب الزرع رده يا صاحب الزرع ورد صاحب الغنم على صاحب الغنم هذا حكم سليمان نعم في القاموس قال والمغل ويحرك اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل وقد مغلت به كفرحة وأمغلته فهي ممغل ويدفع له صاحب الغنم الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الغنم والحرف فلهذا قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما نحن لو وقع مثل هذه المسألة في شرعنا هل يحكم بهذا الحكم لقصنا شرعنا وقالنا شرعنا إلا أن يشعرنا بخلافه هذا يوم تحتاج أتامل النظر في هذه اللحنم ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة ابنها فعد الذئب على ابن الكبرى فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى وأن الذي سلم من الذئب ابنها والمرأة الصغرى أنكرت وقالت بل الذئب أكل ابن الكبرى فتحاكم إلى داود عليه السلام فلم ير لكل منهما بينة إلا قولها رأى أن يحكم به للكبرى إجدهادا ورحمة بها لكبرها وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله ثم رفعت القضية إلى سليمان عليه السلام فقال لهما إيتوني بالسكين أشقه بينكما فرضيت الكبرى وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها هو ابنها يا نبي الله فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابنًا للكبرى لكونها رضيت بشقه وإتلافه وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواها فقضى به سليمان للصغرى ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء الله أكبر ولا ريب ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام فمنها أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه فمنها أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه ولهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به قال بعدها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد ولهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به قال بعدها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ومنها أن قوله ذا الأيد إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة وأن يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم قوة القلب والبدن على طاعة الله ومنها أن قوله ذا الأيد إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة وأن يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال ومنها ما أكرم الله به نبيه داود صلى الله عليه وسلم من حسن الصوت ورخامته وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات كما قال تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائه بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهم السلام ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهم السلام ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهم السلام ومنها أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة ومنها أن الأنبياء معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس خصوصا الحكام والرؤساء فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي ومنها كمال حلم داود عليه السلام فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استئذان ولن تهرهما ولا وبخهما ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم ونحوه أو يا باغي لقوله بغى بعضنا على بعض ومنها أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب ولا يشمئز بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح فإن داود عليه السلام لم يشمئز من قول الخصمين فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط بل حكم بالحق الصرف ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي وبغي بعضهم على بعض وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح وأن هذا من أقل شيء في الناس ومنها إكرام الله لداود وسليمان عليه السلام بالزلفة عنده وحسن المآب فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند الله وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين أنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق وما ذلك على فضل الكريم بعزيز ومنها إكرام الله لداود وسليمان عليه السلام بالزلفة عنده وحسن المآب وإنه عندنا الزلفة وحسن المآب وزلفاء القرب من الله حز وجل فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند الله وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين أنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق وما ذلك على فضل الكريم بعزيز ومنها أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه وأن على القائم بها الحكم بالحق وأن لا يتبع الهواء فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس ومنها أن سليمان عليه السلام يعد من فضائل داود عليه السلام ومن منن الله عليه قال تعالى ومنها أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه يا داود مننا جاءنا أكثر فأحكم مننا بالحق نعم والنبي صنع يحكم يحكم بين الناس يأتيه الخصب مرتبة مرتبة الحكم مرتبة عظيمة ومنها أحسن الله لكم أن مرتبة الحكم أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه وأن على القائم بها الحكم بالحق وأن لا يتبع الهواء فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس ومنها أن سليمان عليه السلام يعد من فضاء لداود عليه السلام ومن منن الله عليه قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواع منوعة وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواع منوعة وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها ومنها أن سليمان عليه السلام قدم محبة الله على محبة كل شيء وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب ومنها أن سليمان عليه السلام قدم محبة الله على محبة كل شيء وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب ومنها أن كلما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له ومنها أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إتلاف الخيل كان خاصا بسليمان نعم إتلاف إتلاف الخيل فاطفق مسحا بسوق والعنع يعني الآن إذا ألهي الإنسان عن شيء يتلفه نعم في شرعنا إذا ألهي الإنسان عن شيء كان هل أن هذا إتلاف إضاعة مال مثلا يعني شكية ثلاثة الخيل هذا إضاعة مال شرعنا يعني ضاعة المال لكن هذا يعني سليمان يعني هو فعله يعني بإذن من الله حز وجل بحل نظر أنا بعض المفسرين يظل بعض المفسرين قال إنه ليس قتلا وإنه مسحها بي مسحها مسحها ونفى شوفوا بعض المفسرين من نفى القتل الشيخون قالوا وأتلف الخيلة قال وأتلف الخيلة التي ألهته أتلفها نعم هذا أظن عامل المسيعة لأنه قتلها مسحها بسوق العناق يعني ضرب سوقها وعناقها بالسيف قتلها بعضهم قال بعضهم قال إن هذا ليس قتلا لم يكن قتلا وإنه مسح وشرعها لا شكل وشرعها لا يجد استهم مثل هذا وإضاءة لكن هل يقال يشرع له أن يتصدق بها مثلا فعل هذا بعض الصحابة لهته حديقته في الصلاة فتصدق بها أروي عن بعض الصحابة أنه لهته حديقته في الصلاة فتصدق بها لهته حديقته نظر إلى طائر في الحديث من هو هذا؟ صدق بها طيب يصدق بها سواء لتولم تلها هذا خير ما فيه ثلاث نعم لكن قتل الخير هنا ولا فيه كثيرة في وقت واحد وما في أنه ذكر من ذبحه وأنه ذبحها يعني للأكل أصل الله لك الحافظ من كثير قال قال الحسن البصري قال لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك ثم أمر بها فعخرت وكذا قال قتادته يعني سلمان قال حسن البصري قال لا والله لا تشغليني أو تشغليني يعني عبادة ربي آخر ما عليك ثم أمر بها فعخرت وكذا قال قتادته وقال السدي ضرب أعناقها وعراقبها بالسيوف وقال علي بن أبي طلحة بن عباس جعل يمسح قال من قال علي بن طلحة عن ابن عباس جعل يمسح أعراف الخيل وعراقي وعراقيبها حبالها وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا فقال ليش وصل هذا القول عن ابن عباس جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبالها يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبالها وعراقيبها معطوفها لهم يمسح وعراقيبها نعم قد لكن لهم جعلوها لعلوا باستئناف حيالها قال وعراقيبها حبالها لأنه إذا قلنا إذا عطفناها وعراقيبها حبالها أو حيالها نعم قد ثم قال وهذا القول اختاره ابن جرير لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر هذا كان الحافظ تعقب الحافظ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا قد يكون في شرعهم في شرعهم نعم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خارج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها الريح وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب ودوها شهر وارواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيل لا شك الله محسن صلى الله عليه وسلم ابن الجوزي ذكر القولين وذكر قولا ثالثا قال الثالث أنه كواسوقها وأعناقها هذا كلام من الأول الأول شمس عبارة الجوز قال ابن الجوزي وفي المراد بالمسحي ها هنا ثلاثة أقوال أحدها أنه ضربها بالسيف وروا أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق قال بالسيف وروا مجاهد عن ابن عباس قال مسح أعناقها وسوقها بالسيف وقال الحسن وقتادة وابن السائب قطع أعناقها وسوقها وهذا اختيار السدي ومقاتل والفراء وأبي عبيدة والزجاج وابن قتيبة وأبي سليمان الدمشقي والجمهور والثاني أنه جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال مجاهد مسحها بيده وهذا اختيار ابن جرير والقاضي أبي يعلى والثالث أنه كواسوقها وأعناقها وحبسها في سبيل الله تعالى كواسوقها وأعناقها وحبسها في سبيل الله تعالى حكاه الثعلبي والمفسرون على القول الأول وقد اعترضوا على القول الثاني وقالوا أي مناسبة بين شغلها إياه عن الصلاة وبين مسح أعرافها حبا لها ولا أعلم قوله حبا لها يثبت عن ابن عباس وحملوا قول مجاهد مسحها بيده أي تولى ضرب أعناقها فإن قيل فالقول الأول يفسد بأنه لا ذنب للحيوان فكيف وجه العقوبة إليه وقصد التشفي بقتله وهذا يشبه فعل الجبارين لا فعل الأنبياء فالجواب أنه لم يكن ليفعل ذلك إلا وقد أبيح له وجائز أن يباح له ما يمنع منه في شرعنا على أنه إذا ذبحها كانت قربانا وأكل لحمها جائز فما وقع تفريط قال وهب بن منبه لما ضرب سوقها وأعناقها شكر الله تعالى له ذلك فسخر له الريح مكانها وهي أحسن في المنظر وأسرع في السير وأعجب في الأحدوثة وهي أحسن في المنظر وأسرع في السير وأعجب في الأحدوثة أحسن في السير أحسن في الجمهور ولكنه جائز في شرعنا يعني في شرعنا قد يكون جائز في شرعنا أما أنه يكون جائز في شرعتنا نعم وممكن أن يكون قد يعدتها وهيأ يعني ورتب لي ويأكل اللحمها وأنها تضيع لا تضيع لا يكون هدر لن يكون يهدر الدم ويهدر اللحو اللحوم وتلقى وإنما هناك من يرتب وهو كان لحمها وكانها جيدة في شبعاتهم والله ما نسب بالد فهو ظاهر الآيات واختر جماهير لأن مسحها بدون ما فيه مناسبة نعم وإنه الآن غضب لله وكان غضبه لله وأيضا كونه الآن قتلها فيه غضب لله موسى عليه الصلاة لما جاء بإسرائيل ووجدهم معبدون العجل قالوا وحوة تكسرت غضب لله عز وجل فلم يعني يعاتبه الله على ذلك عافعا لأنه إنما فعل غضبا لله هذا يقول بعض القفصين أنها لم تتكسر وأنه لم يوقيها في القوة حسن الله عليكم قصة الصحابي التي أشرت إليها في الموطأ قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت هذا رجال اهثقات لكن في انقطاع صاب غيرها صاب في الحدي الصحي أنه لما نزلت لن تنروا بالرحة تتنفقوا ما تحبون جاء أبو طالحة وقال رسول إن الله يقول لن تنروا بالرحة تنفقوا إن أحبها مولي من روحا فضعه يا رسول الله فعرك الله فقال لن يتنبخ بخن ذاك مال راح وراء تضعه في الأقربين فقسمها أبو طالحة في أقارب بني عم هذا صح هذا الحدي الصحي هذا الحدي الصحي أما مساء النظر الدمسي هذا يعارض للحدي الصحي أشوف الحدم في الصحي أو لا هذا الحدي بصده يطلح الصحي الحدي نعم وذاك من أخرجه بصده الدمسي مالك والبيهقية ما كيف فيهن قطع نعم وفيهن قطع نعم ما فيهن معارض لسهن معوول على ما في الصحي نعم حسن الله عليكم قال الشيخ ابن عثيمين إنما إنما ينظر جام بينهما إذا صح كل من خبرين يجمع بينهم أما إذا لم صح هذا الخبرين فالعمل على الحديث الصحي نعم حسن الله عليكم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فوائد هذه الآيات في قوله ردوها علي فطفق إلى آخره من فوائدها جواز التعزير بإطلاف المال وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء هل يجوز أن نعزر الإنسان بإطلاف ماله أو لا يجوز فمن العلماء من قال إنه لا يجوز لأن إطلاف المال إفساد له ويمكن أن نعزره بأخذ المال دون إطلافه فنأخذه منه وننفقه في جهة أخرى نافعة ومنهم من قال بل إن ذلك جائز واستدل لهذا بأن الغال من الغنيمة الذي يكتم ما غنم يحرق رحله وهذا إطلاف له مع أن الجيش قد يكون في حاجة إلى ماله ومع هذا نتلفه وهذا القول هو الراجح أنه يجوز التعزير بإطلاف المال أولا لدلالة السنة على ذلك وثانيا لأن إطلافه أنكى وأعظم أثرا لأنه لو أخذ وجعل في مصالح صار التنكيل خفيا ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة إذا أرادوا المال أقاموا دعوة على شخص ما ثم قالوا نعزره بأخذ ماله ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال ولكنه سيكون في جيوب هؤلاء الظلمة فإذا قلنا بأنه يحرق ويتلف أمام الناس زال هذا المحذور وبناء على ذلك لو وجدنا مع شخص آلة له تصلح أن تستعمل في غير الله وعزرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا ولا نقول حولها إلى غير آلة له لأن إطلافها أمام الناس أنكى وأشد مما لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعزر نفسه بإطلاف ماله بنفسه لفعل سليمان عليه السلام فلو فرضنا أن شخصا اشتغل بشيء معه عن ذكر الله وأراد أن يكسره لكان ذلك سائغا جائزا لأن هذا يؤدي إلى أن لا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله تعالى بشيء من المال هذا على التفسير أظن أرسله منصور من أرسله منصور منصور بغوي ذكر الأقوال ورجح للقول البغوي قال في قوله تعالى ردوها علي أي ردوا الخيل علي فردوها فطفق مسحا بسيق والعناق قال أبو عبيدة طفق يفعل أي مثل ما زال يفعل والمراض بالمسح القطع فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين وكان ذلك مباحا له لأن نبي الله لم يكن يقدم أو يقدم على محرم ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر وقال محمد إسحاق لم يعنفه الله على عقل الخيل إذا كان ذلك أسفا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل وقال بعضهم إنه ذبحها ذبحا وتصدق بلحومها وكان الذبح على ذلك الوجه مباحا في شريعته وقال قوم معناه أنه حبسها في سبيل الله وكواسوقها وأعناقها بكي الصدقة ثم المحققون قالوا رجحه أبو حيان في بحر المحيط كيف مكي الصدقة يعني حتى علامة الصدقة علامة علامة عليها وجعلها صدقة يعني نعم أنه حبسها في سبيل الله وكواسوقها وأعناقها بكي الصدقة حبسها ثم نسبوه لأبي حيان قال وهذا القول أبو حيان يقول وهذا القول هو الذي يناسب مناصب الأنبياء لا القول المنسوب للجمهور فإن في قصته ما لا يليق أبو حيان نعم وهذا القول هو الذي يناسب وناصب الأنبياء لا القول المنسوب للجمهور فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء ثم نقل البغوي قال وقال قوم ثم قال وقال الزهري بن كيسان إنه كان يمسح وسوقها وأعناقها بيده يكشف الغبار عنها حبا لها وشفقة عليها وهذا قول ضعيف والمشهور الأول ونسب هذا للطبري نعم أيضا لكن قول البغوي رجح القول الأول هو القول الجمهور أيضا وظائف يعني ما ذنوا في سريعاته والذي قررنه أنه أن الحمل لن تضيع في هذا وأنه هجأ له رتب لها وأكلت نعم سم صلنا إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آدي وصحبي ومن اتبعه ذا قال رحمه الله ومنها أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان نعم ومنها أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال ذكرت ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته يعني ظن عليه السلام أنه إذا ربط في سارة المسجد في مشاركة لسليمان في هذا هو سليمان سأل الله أن لا يشاركه أحد فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يربطه نعم ومنها أن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل واحد له أن يفعل ما يريد كذا ومنها أن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد لا ونفعل ما يريد ونفعل ما يريد ونفعل ما شرع الله له نبي وملك أتاه الله أموك ولكن يعمل بالسريعة لكنه أتى بعدها قال فإنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل وهذا بخلاف النبي العبد فإنه لا يكون له إرادة مستقلة بل إرادته تابعة لمراد الله منه فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر فإنه لا يكون له إرادة مستقلة بل إرادته تابعة لمراد الله منه فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول إذا فرق ما بين الملك يفعل ما يريد لكنه لا يريد يشكال النبي الملك كذلك مقيد بالسرع لكن الفرق بينهم أن أعطاه الله الملك وتوسع ولعله التقييد هذا التقييد الشيخ موضوع الملك تقييد الشيخ بأصل الملك أن سليمان كان ملكا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا هكذا قصد بخلاف النبي العبد ثم أخصه بنبيني على صلى الله عليه وسلم يشكال بس يشكال في كونه يفعل ما يريد نعم هل نقول المفهوم أنه يعني وفقا لما يريد الله جل وعلا إذا أردنا أن نقول المفهوم ومنطوق على القاعدة نعم لا أبد أن يكون ببقى ما سولي على وإذن له في الشرع نعم ومنها أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب الله أكبر وإنما هي من تقدير الملك الوهاب مثل تسخير الريح تبعا لأمره وتسخير الشياطين وكون جنوده من الإنس والجن والطير وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة يرسلها للجهات توصل منه الأخبار وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة يرسلها للجهات توصل منه الأخبار أو توصل وتأتيه بأخبار تلك الجهات وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة الهدهد أحق ورسله وقال سنظر رساله وإذهب الكتاب يفاقهم إذن أعطاه الله أعطاه الله القوة والفهم يعني الطيور ترسل وتأتيه وتأتيه بالأخبار لكن داود الذي حصل سليمان الهدد الطيور الآن ما عندها الفهم الذي عنده فهم داود سليمان هذا خاص طعام يعني هالطيور الآن الهدد الطيور ما عندها فهم الحمام كان في فترة أخيرة أنهم ترسلوا بالبعض البرقية هي لكنها عندها فهم مثل ما هذا كان من خصائص سليمان رضي الله أن الله جعل طيور تذهب وتجي وتأتيه من الأخبار وعطاه الله فهم لكن الطيور التي غيرها ما عندها هذا الفهم الآن النبلة هل تتكلم الآن مثل ما تتكلم من النبلة هل هدهد الذي أتى بخبر سبأ هدهد عندها يعرفوا شيء من هذا الطيور الآن لا نعم لكن داود علمنا منطق الطير لا يدل أن الطير لها منطق لكن لا يفهمه الناس نعم لها لا منطق لكن نعم لها فهم مثل فهم بالأدميين نعم نقول هو علم منطقها وكان وأمورها انتذهب وتأتي بأمره نعم عندما أرسل هدهد ما أرسله إلا أن قال اذهب إليهم أو نعم يقوله تعالى نعم يفهم هم يفهمون ولكن الآن ما أحد الصلاة يخاطب الطير نعم صحيح لكن هل نقول أن الطير مثلا هدهد بقي على أصد حالي يعلم الآن الشركة من غيره لكن لا الله أعلم لا يحتاجي لدي نعم أقرب الله أن الطيور الآن لو كانت كذلك لصلك مكلفة لا 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 ما عندها يعني لست مكلفة طيور وبهائم ما عندها تكليف والحيوانات والعجباوات كلها يقول الله يا مرحب كوني ترابة ما عندها فهم لو كان عندها فهم كل فترة ولكن عندها فهم عقول خص الله بني آدم خص الله بآدم والجن بالعقول مكلفوا أما الطيور ما عندها عقول فلم تكلف وكذلك البهائم ألا نقول بأصل الفترة وإن كانهم ليسوا مكلفين لكن التوحيد اللي يسبحوا بحمده هذا نعم هذا التسويع عام جميع الحمد لكن ما عندها عقول مثل ما عقول بني آدم حتى تكلف تكلف نعم وقد أعطاه الله من الفهم ومعريفة أحواج الآدمين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه نعم بعرش عرش مالكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه وهذه آيات أنبياء وكذلك الذي وكذلك الذي وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه بعرش مالكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه وهذه آيات أنبياء فلهذا فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيه سليمان صحيح خاصة الريح وغيرها نعم ليحصل الشياطين ومعرفة منطقة الطير ورسالة ونعم ومنها أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين ولا يكتفوا بمجرد السؤال بل يختبرونهم ويختبرون عقولهم ومعرفتهم للأمور كما فعل سليمان مع ملكة سبأ امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته ولم يكتف بالسؤال وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة ومنها أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين ولا يكتفوا بمجرد السؤال بل يختبرونهم ويختبرون عقولهم ومعرفتهم للأمور كما فعل سليمان مع ملكة سبأ امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته ولم يكتف بالسؤال وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون الله أكبر يؤذي نفسه ذكر في هذا مختصر منهاج القاصدين أبو العباس المقدسي قال حكي أن رجل من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضعها في النار حتى شلت وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال ماذا أردت أن أصنع فلما أراد أن يعيد رجله قال هيهات قال هيهات رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه فهذا كله محرم وإنما كان جائزا في شريعتهم وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا حملهم على ذلك الجهل بالعلم كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينيه حتى نفرت هذا في مختصر منهاج القاسدين لابو العباس المقدسي منهاج القاسدين لابن الجوزي وابن الجوزي اختصره من نحية علوم الدين الغزالي هل هذا الإنجام في يدخل عنه؟ هل يكتغل بهذا؟ هل يعملون هذا؟ هل يعملون هذا؟ يعملون هذا؟ كيف؟ هذا عمل مخالف الشر؟ نقول هل إثباد يسر؟ نعم لا أحتروا الصح الصح هذا باطل نعم قبل ذلك حسن وليكم قال المقام الرابع معاقبة النفس على تقصيرها قال اعلم أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يمهلها فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامها بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده وكما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس العصر فقال إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر حائطي صدقة على المساكين قال الليث إنما فاتته الجماعة وروينا عنه أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان فلما صلىهما أعتق رقبتين وحكي أن تميمن الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح فقام سنة لم ينام فيها عقوبة للذي صنع لم ينام يستطيع سنة ما ينام يقول أن نقام النيكة ها نقام النيكة مثلا ما قطع أما ما نعمل صعب قال ومره باختيار هذا قد يغلبه النوم قد غلب مرة أخرى ها هذا ما شئ البحث هذا بحث عن المريدين نعم هو أصل كتاب مختصر من إحياء علوم الدين الغزالي نعم خرافات خرافاتك هذا وانا اختصرها من اختصرها هو اختصره أولا ابن الجوزي سماه منهاج القاصدين ثم اختصر المختصر أبو العباس المقدسي سماه مختصر منهاج القاصدين كلهم عندهم الصوفية لكن ابن الجوزي بالعكس أحسن عليك ها ابن الجوزي يرد على الصوفية كيف يختصر هذا هو تصرف فيه وعلق وعلى مجدد قال في آخر مطبوع كتاب هذا نعم محسن حتى ذكر في آخر هذا الفصل قال قد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتابي المسمى بتلبيس إبليس هذا الكلام للجوزي قال احسن عليكم ومر حسان بن سنان بغرفة فقال متى بنيت هذه ثم أقبل على نفسه فقال تسألين عما لا يعنيك لا أعاقبنك بصوم سنة فصامها ثم قال فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فيحرم عليه فعله ثم ذكر الأنثرة القناة هل هذا الكلم مختصر نعم حسن يعني كل حال لا بد الأفعال الناس تجن بالشر لا بد أن تجن بالشر أما أفعال الصوفية وغيرها فلا يؤول عليها لانحرافهم وشضحاتهم وفق الله جميعي ثم ترجعه وصل الله على محمد المعصر سبحانك الله